خلينا نروح نسمع جزء منها ونرجعنا كبير مستمرين معكم مشاهدين ومتابعين قناة الأهلي في كل مكان وكواليس الأهلي في المنديال وآخر استعدادات الفريق للمباراة الأولى أمام الدحيل القطري يوم 4 من فبراير المقبل تفاصيل كتير وأمور غاية في الأهمية هنعرفها كمان من خلال اللقاء الهام جداً اللي معنا في هذه اللحظات مع مستر بيتسو مونسيماني المدير الفني للنادي الأهلي وأيضاً معنا الدكتور عمر محب القائم بأعمال الترجمة يا دكتور برحب بك طبعاً وبرحب ببنستر بيتسو مونسيماني شكراً لكيه مدير الفني لنادي الأهلي في حد ذاتها بتمثيله إنه لokاني برحب لك Kelly لا أقل في omin افغب لا يوجد Garrett كثير من افغب الترجمة مع بعض الأهمين من كل مرة إن ك婚اء الأهجانية في عمر أو أيها راقة في غير المدير الفني وكذلك ما شكراً ويالإف update من أمريكا الجنوبية أو أوروبا في أي فرق لكن ليس من أفريقيا لأنه يكون موجود هنا في كاسل العالم في محفل كبير فأي شرف الأي داد يكون موجود هنا في كاسل العالم و أنا متعطي أن أكون هنا مع ألي الآن أنا كنت هنا بأس أول عام ولكن بشأن على المساعدة لقد أعطيت جيدا وقد أضعنا نفسنا هنا ونحن نموذج أفريقيا وذلك نحن هنا سعيد أنه مع الأهلي هنا موجود هو كان موجود هنا قبل كده من أربع سنوات مع سانداونس بس هو بيشكل الظروف إن خياله تبقى هنا وبيشكل الفريق إنه لعب كويس وقد قبل بلاء حسن فتآهل ونخلق بطول أفريقيا وبقى هنا مع الفريق في كاسل العالم بطولة صعبة فيها أفضل فرق في كل القارات عشان كده بطل أفريقيا موجودين هنا طيب التواجد قبل أول مباراة بأسبوع أهمية الوصول مبكرا للضوحة والاستعداد من خلال التامرينات في كاتر قبل أول مباراة بإذن الله لا، المباراة بأسبوعات كما تشعر في دوري أو تشعر في كاتر في إيجبت لا يوجد مختلفة في المباراة يمكنك أن تأتي هنا ونحن تتعلم أكثر من ما تتعلم ونحن تتعلم أكثر من المباراة بسبب المباراة ونحن تتعلم أكثر من المباراة ونحن تم إعداد بشكل جيد في مطل أفريقيا لذلك نحن تتعلم أفريقيا أريد أن تتعلم على مدى جهازيتهم خصوصا بعد أخذ أول مران بالأمس وبالتحديد كما أريد أن أتكلم على حالات بعض المصابين ومدى جهازيتهم ومدى إمكانية لحقهم بالمباراة الأولى بالتحديد محمد هيني وحسين الشحايت لا، ستحدث بشكل جيد هذا مباراة بشكل جديد ولكن من المباراة بشكل جديد بشكل جديد من القبر هناك شخصا مع أيها الأعضاء أن أعطان سعاد وف���س السلومان هذه الأعضاء الأخذة دائم نحن 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 نفضل بشكل جديد لأنهم يريد أن تحضر عندما تشعر 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 ولكن نعلم أنهم يريدون أن نعلم ولكن نتوقع أنه عندما نبدأ ربما سنعود تقول لحياتك الإصابات طبعاً ده جزء من اللعبة كنت قادم لعبة احترافية وبيحصل فيها إصابات ده طبيعي بس الإصابات اللي بتواجه الفيرقة هي هي اللي بتواجهها موقت ماجيه اللي هو إصابة هيني حسين الشحات وهي سينيمان في العضلة الخلفية للأسف طبعاً ده جاي من ماتشات الكتير بتتلاعب واللاعب كتير والتدريب بشكل مكسف للأسف اللاعبين بقاعدين يلعبوا على طول عندهم محرس انهم يلعبوا فأولاً بيحس بشد في العضلة الخلفية بيفضل برضو يدوس عليها ويتكمل ما بيستريحش فالإصابة تتفاقم فإحنا إن شاء الله في فترة جاية هنشوف حلول الأزمات العضلية دي خاصة العضلات الخلفية خلال رحلة الصفر للضحة لاحظت علاماتنا الطائرة المقللة للنادي الأهلي متابعتهم العدد كبير جداً من لقطات الفيديو لمبارات الأهلي السابقة وبتحديد كمان بعض المبارات التي تتعلق بفريق الدحيل الكاتري وكمان كان في بعض اللاعبين أيضاً بيتابع من خلال أجهزة اللابتوب الخاصة بهم لقطات لفريق الدحيل هل ده كان مطافق عليه ولا ده من نابع المسئولية الملقاة على الفريق ككل وأهمية الفوص في المباراة الأولى ما هو الأهمية لتتعلم المباراة الأولى لقاء الدحيل أنت تقوم بفريق الدحيل هذا يعني أنك تتعلم أن المبارات الآن نحن نحن نضع مختلفة نحن نضع مختلفة سعيد تتكالف في النقطة والدحيل معناه أنه بين اللعبة تغيرت وفيه برامج عدد بشكل مختلف يجب أن يتتعلم المبارات الآن يجب أن تتعلم على المسئولة يجب أن يكون أتعلم أن أعرف أن أيرياء إن أريد أن أرغب الجميع مثلulated نحاول سيكون ميالسون، من المستشفى، وكيف يتع長 الادغة، سيطح لا يمكن أن تعرف السيارات فهور كما نعم. يجب انها تبيت بنا. من سأتينا و لهم يجب ان نصروا على الجانب، يجب أن يجب ان تابلتات ويجب الإيباد او سامزانك او ما ذلك. فهم يجب انها تبيت بنا. وهذه الطامة يجب ان يجب ان تبيت بنا. هذا مهمة، هذه مشكلة. هذه هي فهمية لهم. في حياتك القضاء نحن نحن نفسها. هذا حصل إلى أفضل ثقافة تب في مصر. في مصر الأول كانت ذكر المداري هو تتفرق للمنظر. الشعب كانت ذكرت لذلك. لا مسؤوليتك اللاعب تتفرج وتشوف ماتشاتك وتشوف ماتشات القصم بتعمل ايه وتشتغل ازاي يعني مثلا بزا اي مالسون ازاي ادفع عليه لو انا حلعب عليه حلعب عليه ماني ازاي حركاته ازاي ده شيء مهم ودي قوة القدر الحديثة ودي دي ثقافة فوت طهية وساعده بدأ فيه تغيير حصل واكيد حقيقة لحسته لعيبة كلها بتجيب الايباد والتابلت واللابتوب وبتاخل ماتشات تتفرج عليه دون الغوص في الجوانب الفنية بشكل كبير لكن انا عايز اخوض انطبعات مبدئية عن رأيه في فريق الدحيل القطري فريق قطر جدا وله من الخصوص جدا بعمل جدا بس Produkt العطان والمجر المزيد والمجر المزيد والمجر المحاول وفي المجرام الوطفال القطر الوطفال ودي جدا جدا بس ادفاعات موجودين والمغرقين ويعاصل المباشر المنفيذ الصلاة كما في المهدي من العطقي عطري اللي هو الحفلة فوضيف في جفه هذا يجبون أن يشكين أن الشعب التالس من المجتمع التي التي تشكينها ويبنك شكرا لهم أيضًا إلينا كتابة بين مونيك كيف تشكين مونيك من تغير في النهائل أولا؟ يجب أن تغير في النهائل، لن يكون لها أكيد مجتمع بشكل كبير تقول بتتكلم مع ماتش باير المونخ والأهي لعب مع باير المونخ هتلعب زي مع باير المونخ بغير ما تكسب الدحيل الأول لازم نكسب الدحيل الأول وماتش الدحيل هيبقى ماتش صعب جدا بالنسبة لنا